بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى بالاجهزة هنيجي للترمي التاني والترمي التاني بتاعنا السنة دي شيق وجميل لانه مرتبط ارتباط وثيق بالعديد من المظاهر اللي بتحدث معنا في الطبيعة احنا عارفيني ان الفيزياء معناها علم دراسة الطبيعة الترمي ده هتبدأ تفسرلي بعض الظواهر اللي انا بتعمل معها بصورة يومية الترمي بيبدأ باتكلام على التصادم هناخد انواع التصادمات كذلك هنقوم بدراسة الحرارة الحرارة بكل ما يتصل بها يعني ايه حرارة ايه الا جهزة اللي انا بعيز بها درجات الحرارة ايه هي وحدات قياس الحرارة ليه لما بمسك الكبية بعرف اذا كانت سخنة ولا لأ ليه في الفترات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واجي احط ايديها تحت مية الحنفية اشعر بالبرودة ليه في الصيف نفس الحنفية لو حطت ايدي تحتها هحس انها المية بتاعتها سخنة او دفية حاجات كتيرة جدا من اللي بتحصل في يومنا مرتبطة بمادة الفيزياء كذلك هذا الترمي يحتوي على العديد من القوانين الرياضية وطالما قلت قانون رياضي يعني عندي مسائل فيزيقية حضرتك هتلاقي في الترمي دوت الامر بالنسبة لك بقى سهل مش بس لانك انت تعودت على المسائل الرياضية ومهارة حل المسائل الرياضية والقوانين الرياضية ومش بس لان بعض الرموز اللي اتدرستها في الترمي الاول هنرجع نستعملها في الترمي التاني زي السرعة زي الكتلة زي القوة لكن كمان وعشان انت شاطر طبعا ده اكيد لكن كمان قوانين الترمي التاني قوانين يعني فيها سهولة اكتر كمان من الترمي الاولي احنا النهاردة هنبدأ نتكلم على استعراض لكل العنوين او الاهم العنوين اللي هنقوم بدراستها خلال الترم التاني طبعا ده اللي احنا عملنا في الترمي الاولاني من المتابعة انت كده دلوقتي هتبدأ الترمي التاني فياريد نبدأ متابعة من اول درس هتلاقي فيه عندك فرق جبير جدا وتيجي اخر السنة او في فترة الامتحانات تلاقي نفسك عندك كم من المعلومات مش هتضغط على نفسك في المذاكرة ومش هتقع منك حاجة ان شاء الله تابعونا في حلقاتنا وحنفسر مع بعضينا كل العنوين اللي موجودة في كتاب المدرسة هنحل مع بعضينا القوانين والمسائل وتعالوا نبدأ رحلتنا الجميلة في استعراض هذا الترم الشيق اللي انت نفسك هتحس انك انت بتدرس حاجة ضريفة ودراستك للحاجة على انك انت بتضيف معلومات لي هتساعدك اكتر في انك انت تستوعب يلا بينا نتابع مع بعضينا اهم العنوين في الترم التاني السنة مقدمة على الترم التاني الترم التاني عندي بيشمل التصادق بقاء كمية الحركة قياس درجة الحرارة والطاقة الحرارية التصادم هندرس نوعين من انواع التصادم التصادم المرن والتصادم غير المرن التصادم غير مرن عندنا زي ايه زي اولاد التصادم بتاع السيارات تعالوا نشوف كده السيارة لما تخبط في بعضيها بيعمل ايه بتعمل عملية انبعاج الشاسي بتاع العربية او جسم العربية بيحدث له انبعاج هل سرعة العربية قبل بالتصادم هي هيها بعد التصادم طبعا لا هلاقي في جزء من الطاقة راح في صورة حرارة في صورة صوت في صورة انبعاج هيحصل في جسم العربية ده اللي انا بسميه التصادم غير المرن اللي هو بيقولي ان تاخد الحرقة قبل التصادم تختلف عن حقتها عن طاقتها بعد التصادم او لا تسويها غير التصادم المرن هو ان شايفين كده الكرة دي بتخبط وتقف مكانها والكرة التانية بترتفع بنفس المسافة اللي راحت فيها ده اللي انا بسميه التصادم المرن يبقى تخت الحرقة قبل التصادم هي هيها بعد التصادم ده احد الصور اللي احنا هناخدها في قوانين استنادي ولو انت بسط للشاشة كده هلاقي عندي حرف الام اللي هو بيمثل الكتلة حرف البي اللي هو بيمثل عندي السرعة كذلك انا عندي ام واحد وام اتنين خلاص احنا واخدين المهارة دي وعارفين ان ام واحد وام اتنين ان هم جسمين واحد كتلته ام واحد والتاني الكتلة بتاعته اللي هي ام اتنين اللي هي الكتلة التانية في واحد دي السرعة بتاعت الجسم الاولاني. في اتنين بتاع سرعت الجسم التاني. يعني انت شكل المعادلة اصلا مش هيبقى غريب عليك. طبعا بما اني عندي معادلة يعني عندي مساكل. تعالوا بصو كده وانت بتلعب البليارد وكده. بتاخبط الكورة فالكورة بتاخبط فوحدة تانية وتبعد عن؟ تعالوا نشوفها بسلوموشن. انا خبط الكورة الاولين هي وقفت والتانية بدأت تتحرك يبقى ده ما يقصد بيه عملية الايه التصادم وده نوع من التصادم اللي هندرسه زي ما احنا شايفين كده برضو شايفين الكرة دي استضمت كانت مشاة في الاتجاه ده ورجعت في الاتجاه التاني في الاتجاه الاخر يبقى هنبقى في عندي سرعة بالموجب وسرعة بالسهل قانون بقاء كمية التحرك ده قانون بيقول ان مجموعة كمياتي تحرك جسمين قبل التصادم بيسوي مجموعة كمياتي جسمين بعد التصادم وبما انه عندي قانون لنص اكيد طبعا هاخد له رمض رياضي ادي الكرتين ده معناها انه ادي جسمين وبيتحركوا في اتجاه بعض هيحدث تصادم كل واحد هيرجع في الاتجاه المخالف وبالتالي اشارة السرعة تختلف ويبقى في عندي حاجة اسمها V اللي هي سرعة الجسم V1 سرعة الجسم الاولاني V2 سرعة الجسم التاني بعد التصادم بقول ان انا عندي السرعة بعد التصادم بسميها V داش او V فوقيها خط من فوق وطبعا عندي قانون رياضي على الجسمين لما يتحركوا مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي والقانون الرياضي معناها ان انا عندي مسائل هنسبها طبعا لحينها بصوا يا ولاد لو انا الكرتين لازقين فوا بعد كده بصوا كده الجسمين بيتحركوا بيتحركوا معا بهمنا كلمة بيتحركوا معا يعني ايه؟ يعني الجسمين زي كما لو كانوا ملتصقين ببعض هندرس حاجة اسمها الدفع والدفع ده لقانون بيقول لي دلتة T في F الدفع هو عبارة عن ال F في دلتة T طبعا احنا عارفين ان ال F يعني قوة والدلتة الصغيرة دي او المسل الصغيرة ده معناها تغير والT يعني الزمن كل المعلومات دي عندنا من الترم الاول يعني ايه دفع لو فيه فيه كرة كده بتتحرك وفيه آآ مضرب دربها بصوا كده هي اصطدمت ونتيجة اصطدمها بترتد في الاتجاه الاخر يبقى ده اللي انا بسميه الايه بسميه الدفع تعالوا نبص كده ادي المضرب مسلا الكرة بتتحرك في الاتجاه ده قبل التصادم سرعتها هتبقى V آآ اللي هي قبل التصادم بتخبط في المضرب بقوة فبترتد في الاتجاه الاخر في الاتجاه الاخر دي بسميها V داش يعني V بعد التصادم او V بشرطة كمان السنة دي في خلال الترمي التاني هنتعامل مع الصاروخ متعدد المراحل هنقوم بدراسة الصاروخ وازاي بينطدق من الارض وازاي طاقة وضعه لازم ان تكون آآ طاقة حركة تكون بتسويطاقة وضعه او آآ ازيد هنعرف ان في عندي حاجة اسمها آآ كمية التحرك وبقدر الغازات اللي بتندفع الى اسفل بيبدأ الصاروخ ده يطلع الى الفضاء آآ في مراحل معينة بيبدأ يفقد بعض الاجزاء من آآ تركيبه اللي هي ملاش لازمة اللي هي تعدد بيها المرحلة عشان يخفف من وزنه ويبدأ يتحرك في الاتجاه اللي هو رايح له سواء كان بيتشبت امر صناعي او بيحمل مركبة فضائية لآآ كواكب بعيدة الوحدة التانية من من اكتر الوحدات اللي انت هتستمتع بيدراسيتها وبتتكلم على الحرارة هندرس درجة الحرارة كمان الطاقة الحرارية وفروض النظرية الجزائية ما نتخضش الدنيا سهلة جدا وهتلاقي في آآ وحدات قياس الحرارة احنا سبق في الاعدادي كنا بندرس الدرجة المقاوية او الدرجة السيليزية احنا السانية دي بما انك انت بي ادفل سانوي فاقدر اقولك ان في عندي وحدة تانية غير الدرجة السيليزية زي السيليزيوس اللي احنا اخدناه في الاعدادي وحنتعامل معاه بحرف السي اللي هو سيليزيوس كمان في عندي حاجة اسمها الكيلفن وهنعرف هو بيساوي قد ايه من السيليزيوس وكمان هندرس نوع من التدريج اسمه الفهرنهايت وهنرمزه بالرام التدريج دي ليها آآ او اعلى قطب السيليزيوس او ممكن نحاول احد التدريج الى الاخرى في السيليزيوس درجة غليان الماء عند مية درجة سيليزيوس بينما درجة تجمده عند صفر درجة سيليزيوس الدرجة الكيلفينية غليان الماء عند تلتمية تلاتة وسبعين درجة كيلفن وتجمده عند متين تلاتة وسبعين درجة كيلفن الفهرنهايت غليان الماء عند متين واتناشر درجة فهرنهايت وتجمده عند اتنين وتلاتين درجة فهرنهايت هل الارقام دي انا هبقى مطالب بحفظها ايوة دي اسمها درجة التجمد ودرجة الغليان وكل آآ يعني تدريج فيهم لدرجة الغليان ودرجة التجمد الخاصة طيب يبقى انا كده دلوقتي تعالوا نفهم الكلام دي درجة الحرارة تلاتين فهرنهايت هنقول ايه يا تلاتين فهرنهايت ازاي يعني تلاتين فهرنهايت وتقول الدنيا برد اه لما تعرف ان تلاتين فهرنهايت دي بتعادل بالسليزيوس واحد درجة مقاوية يبقى فعلا الدنيا هتكون برد يبقى ازا كل واحد فيهم ليه تدريج خاص بيه هنتعرف عليه السنة دي طب لو انا قلت مثلا انا حرارتي اربعين درجة سليزيوس اهي اربعين بس بالسليزيوس اربعين درجة سليزيوس معناها ان انا ايه ان انا مريض طبعا بعض الدول العربية بترتفع فيها درجة الحرارة اه الى درجات عالية في الصيف زي اه ستين درجة سليزيوس ده معناها طبعا ان انا ممكن نقل بيضع الاسفلت درجة حرارة عالية جدا يبقى كوني بستخدم السليزيوس او الفهرنهايت او الكيلفن كل واحد ليه حاجة خاصة منه التحويل ايه انا عايزة احول بقى من الكيلفن للسليزيوس او من السليزيوس لآه الفهرنهايت هنشوف القوانين بتاعتي اللي انا بشتغل عليها دي درجة الحرارة السليزية بتسوي 5 على 9 في درجة الحرارة بالتدريج الفهرنهايت ناقص 32 ده قانون انا لو عوضت فيه هقدر احصل على الدرجة السليزية من الدرجة الفهرنهايتية والعكس بالناس بقى ليه الدرجة الكيلفينية هي بتسوي درجة الحرارة السليزية زائد 273 طب لو انا عايز اعرف درجة الحرارة بالسليزيوس هوجد 273 اللي بالموجب الناحية التانية بالسليزيوس تبقى درجة الحرارة السليزية هي عبارة عن درجة الحرارة الكيلفينية ناقص 273 ودي مسائل سهلة وبسيطة وهنتضرب عليها مع بعضينا خلال العين لما اقول ان الشمس درجة حرارتها 40 درجة سليزيوس شايفين دي 40 النود الصغيرة دي معناها درجة والسي اللي موجودة جنب الرقم معناها اننا بتعامل مع ضدريج سليزيوس لما تبقى درجة الحرارة 40 معناها طبعا ان درجة الحرارة مرتفعة لو انا قلت ان انا درجة حرارتي 40 على الترمومتر اللي انا بستخدمه اللي هو وحدة قياس الحرارة بالمناسبة وحندرس انواع الترمومترات يبقى معناها ان انا مريض لما نبدأ نتكلم بقى على الحرارة معينا في منهجنا السنة دي حضرتك لو مسكت كبات شاي بتقدر تحكم عليها وتقول ان هي سخنة وممكن ماما كده تقولك لأ كبات الشاي دي بردت اعمل لي واحدة تانية معناها ايه ماما حكمت على كبات الشاي ان هي ايه ان هي بردت مجرد ملامستها او حضرتك لو دخلت اي محل تجيب حاجة سقعة وقبل ما الراجل يقولك اذا كان عنده سائع ولا لأ لو حضرتك مدت ايديك جوة التلاجة اللي عنده ولمستها بايدك هتقدر تحدد اذا كانت الحاجة دي هي سقعة ولا لأ اذا ايدينا ادرت تحكم ايدينا هتقول ان ده سائع او سخن لكن ايدينا مش هتعرف تقولي درجة حرارة وكام ايديا ما فيهاش اي معيار يقيس او تدريج يقيس لي درجة الحرارة انا بس ممكن اقول ان ده سائع وده سخن وبناء عليه بناء على انتقال الحرارة من الحاجة دي لأيدي او انتقال الحرارة من ايدي للشيء ده يعني مثلا حنفية بيتنا كلنا حنفية بيتنا ما بتتغيرش سواء كانت في الصيف او في الشيطة لكن حضرتك بتيجي في فترة الشيطة وتحطي ايديك تحت الحنفية لو ما شغلت الشيء السخان هتحس ببرودة جديدة جدا ليه؟ درجة حرارة الحنفية معناها درجة حرارة الغرفة النهاردة مثلا درجة الحرارة 16 اذا مية الحنفية هتكون بنفس درجة حرارة الغرفة يعني هتكون بال16 حضرتك جسم الانسان درجة حرارته كم؟ 37 درجة الحرارة هتنتقل من الاعلى درجة حرارة الى الاقل درجة حرارة في الحالة دي مين حضرتك اللي درجة حرارته اعلى؟ الانسان درجة حرارته اعلى من المية اذا المية هتسحب الحرارة من جسم الانسان فيبدأ يشعر بالبرودة ليه عشان الحرارة اتسحبت منه نفس الحنفية دي لو جت في الصيف وحطيت ايدك تحتيها هتلاقيها سخنة جدا ليه برضو نفس درجة الحرارة الاتزان الحرارة في الصيف هتبقى درجة حياتها 40 وانت 37 فهتحست ان المية سخنة الاتزان الحرارة المقصود بيه ان الحرارة بتنتقل من الاعلى درجة حرارة الى الاقل درجة حرارة يعني لو سيها التكماس الكوباية الشاي والحرارة نقلت من الكوباية الشاي لأيدك يبقى في الحالة دي درجة حرارة الكوباية اعلى من ايديك طب لو احنا جبنا بقى في الحر كده كوباية عصير عاملين عصير فرش ونيجي نشربها اول حاجة الساقة هنيجي نشربها كده اللي هي المشربات الغازية لو جبت ازازها سخنة مش تعرف تشربها انت بتعمل ايه ببساطة جديدة جدا يعني بدون ما هتفكر هنجب مثلا مكعبات تلك وحطها طب ليه انا بعمل كده الكلج هنا درجة حرارته وليلة والعصير اللي عندك او المياه الغازية اللي عندك درجة حرارتها اعلى هتنتقل البرودة من مكعبات التلج الى العصير او الى المياه الغازية وبالتالي حضرتك هتحصل على كوب سائع او بارد ليه لان درجة حرارة العصير فقدت او اتنقلت الى اتنقلت لها البرودة او سحبت السخنية منها قطع الثلج وقامت بايه بايزابيتها يبقى الحرارة بتاعة الكوبية العصير فقدت هتبدأ حرارتها في الايه في الانخفاض لغاية ما مكعبات التلج ايه تنتهي او تسيحر للايه نفس الفكرة لو مسكت كوبية نسخة فيه كده بص بتمسك ايديك اول حاجة هتحسها الاول ان الكوبية سخنة بعض فترة هتبدأ تحس ان الكوبية مش سخنة ليه لان ايديك نفسها انتقلت لها درجة الحرارة عايز تجرب شيل ايدك من على الكوب وحطها مسلا على على واجهك مسلا هتحس ان ايديك ايه درجة حرارتها ارتفعت عن الايه عن والشكل اللي هو بعيد عن الايه بعيد عن الكوبية يبقى ده اللي انا بسميه الاتزان الحرارة انتقال الحرارة من الاعلى درجة حرارة للاقل درجة حرارة تعالوا بقى نتكلم عن نظرية الجزائية وما تتخضوش من الاسم احنا عارفين كلنا من ايام الابتدائي والاعدادي ان المادة عندي في تلات حالة صلبة وسائلة وغازية النهاردة احنا هنتكلم على جزائيات المواد دي هلاقي ان في الجوامد الجزائيات ديت المسافات البيانية بتاعتها صغيرة ومسكة مع بعضيها وقوة التماسك بينها قوية الجزائيات السوائل اقل شوية جزائيات الغازات اقل بصورة كبيرة وتعالوا خلال الفيديوهات التالية نشوف قوة التماسك في الغازات ضعيفة جدا بدليل ان لو بابا مثلا حط برفام فقطه وانت برة من غير ما تكون شايف الازازة وهي بتبخ هيوصلك ريحة العطر يبقى اذا الجزائيات دي بدأت تتحرك وتنتشر لانها قوة التماسك بينها ضعيفة جدا بينما في السوائل بتكون قوة التماسك متوسطة بدليل ان انا ممكن لو انا عندي دورة او عندي ازاجة مية او اي سائل ممكن اقدر بسهولة اقسمه او اصبه في كوب ماء مسلا بالنسبة بقى للجوامد صعب جدا وقوة التجازب بينهم قوية جدا بدليل لو انت قمت كده مسكت الكرسي وحاولت تكسر حال هيكسر معك لو مسكت القلم وحاولت تكسر هتلاقي صعوبة في الكسر ليه لان الجزائيات بتاعته في بينهم قوة تجازب عالية او قوة التماسك عالية قوة التماسك دي اللي هي قوة التجازب اللي بين الجزائيات تعالوا نشوف كده ادي الثلاث حالات بتاعتي كمان غير ان في منهم قوة التماسك في كمان حركة في المواد الصلبة بتتحرك ايوه بتتحرك في المواد الغازية الحركة زي ما احنا شايفين حركة عشوائية منتشرة لمسفة البيمية بينهم بعيدة جزائيات الجوامد بيكون في عندي برضو حركة اعتزازية. هذه الحركة اه حول موضحها الاصلي. جزيئات المادة السائلة بتبقى وسط بين الاتنين. لا هي بعيدة اوي ولا هي متمسكة زي الحالة الصلبة. شايفين كده الجزيئات ده نموذج بس كده بيوضح لي الجزيئات. شايفين الاجزاء البيضة دي. اللي بنسميها المسافة البينية. اللي بين الجزيئات. الجزيئات في حالة حركة. شايفين في السوائل. انا ممكن افصل مية في دورة في كباية. تلاقي ان الحركة في السوائل. اه اسرع. وده بيوضح لي كمان اندفاع او الامواج والبحر. اه ازاي ممكن الجزيئات بيكون فيها حركة اسرع شوية من جزيئات الجوامد. طبعا بالنسبة لجزيئات الغازات هي سريعة جدا. المسافات البينية بينها بعيدة. قوة التماسك بينها قليلة جدا جدا جدا. شايفين كده جزيئات المادة الصلبة. دي كده السورية الغازية. شايفين كده المسافات البينية والسرعة بتاعتها. طيب. تعالوا كده نشوف. اه دي التلات حالات بتاعتي. حديد كمثال للمادة الصلبة. ماء كمثال للمادة السائلة. واكسوجين موجود في دورة كمثال للمادة الغازية. لو احنا بصينا لجزيئات المادة الصلبة اللي هي الحديد. هلاقي ان الجزيئات في حالة حركة ولكن في موضحها في مكانها. شايفين الاتزاز بتاعها. ولكن بينهم قوة تماسك. رغم ان هي بتتحرك. لان اي جسم بيحتوي على طاقة وضع وطاقة حرك. طاقة الوضع اللي جواها اللي مختزنة في الجسم. وكمان بتتحرك حول موضع اتزامها. يعني المادة اللي قدام منك دي عبارة عن مجموعة من الجزيئات المرتبطة مع بعض. في بين كل جزيء والتاني مسافة بسميها المسافة البينية. زي ما هيزهر قدام مننا دلوقتي. دي المسافة اللي موجودة. وتعرفها هي الفراغات الموجودة بين او المسافات الموجودة بين آآ الجزيئات. في عندي كمان قوة تماسك بين الجزيئات اللي بسميها قوة تجازب بتربط الجزيئات الموجودة في نفس الجزيئة. تعالوا نشوف الحالة التانية اللي هي حالة الايه? حالة المادة السائلة. بصوا يا ولاد الجزيئات شايفين الحركة? اسرع شوية من الحالة الصلبة. المسافة البينية ابعد شوية من الحالة آآ الصلبة كزلك. وده بيفسر لي سهولة ان انا اقدر اقسم جزء من السائل بسهولة ويسر عن ان انا اقدر افصل آآ مادة صلبة عن بعضها. بالنسبة بقى للحالة الغازية طبعا اكيد حضرتك هتتوقع ان السرعة اكتر من الصلبة والسائلة حركتها والمسافات البينية بينهم. يبقى احنا عارفنا كده دلوقتي فروض النظرية الجزائية بتاعتي ان المادة تتركب من جزيئات والجزء دوت اللي هو اصغر وحدة بنائية للمادة. جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. دي احد فروض النظرية الجزائية. وكذلك الحركة دي موجودة كمان في مسافة بينية بين الجزيئات اللي قلنا ان هي صغيرة في المواد الصلبة. في قوة تماسك بين جزيئات المادة. عالية جدا في المادة الصلبة. مدوسطة في السوائل. وضعيفة جدا في الغازة. اه دي فروض نظرية الجزائية الدنيا سهلة ومستعبة مع عناق ابدا. طرق انتقال الحرارة. الحرارة بتتنقل ازاي? عندي عدة طرق لانتقال الحرارة. في المواد الصلبة بالتوصيل. يعني ايه بالتوصيل? حضرتك لو حاطت اناء على النار. هزا الاناء المقبض بتاعه من المعدن وجيت تمسكه وهو على النار هتحسي على طول بالسخنية بتاعته. يبقى ازا الحرارة هنا اتنقلت ليدك من الاناء. يبقى دي بالتوصيل. حصل عملية توصيل او حصل عملية انك انت لمست هذا الجسم فات انتقلت الحرارة من الجسم ليك. وده بيفسر لما بنكون حاطين معلقة او كابشة في قلب حالة وصابينها على الموقض. وتيجي تمسكها تلاقي المعلقة ايه? تلاقي المعلقة سخنة وممكن او يتلسعك ما تقدرش ان انت تمسكها نتيجة انتقال الحرارة عن طريق التوصيل. طب بالنسبة للسوائل. في طريقة اسمها الحمل. لو انت حتتبرد مية على النار هتلاقي فيه بعض الفقاقيع اللي بتطلع. دي طريقة الحمل. ازاي? انا عندي الجزء الملاصق للمادة للحرارة بتاعتي اللي هو موجود في اسفل الاناء. ده اللي متعرض لدرجة حرارة اعلى. وبالتالي المية هنا او السائل هنا بيخد بيحصل على درجة حرارة اعلى من الموجود على سطح السائل. لما يكتسب درجة حرارة عالية بيكتسب طاقة. تبدأ الجزيئات تتبعد عن بعضها فكسفتها تقل. ولما كسفتها تقل ايه اللي هيحصل? هتبدأ ترتفع الى اعلى فين? عند الاناء من فوق هنا. ويحل محلها طبقة بابرد اللي موجودة على سطح الاناء. وده بيفصر لك وجود الفقاقيع اللي انت بتشوفها لاني فيه سائل طالع الى اعلى بينما هناك من يحل محله الى اسفل. نفس الفكرة دي كمان يا ولاد في الغازات. آآ وبالتالي انا بحط الدفاية فين? في الارض. طيب. كمان لو انت حطت كده مولع النار مسلا بتاع البتجاز وحطيت ايدك اعلى الموقع بدون ما تلمسها. ايه اللي بيحصل? بتحس بالحرارة اللي خارجة منين? اللي خارجة من الموقع بدون ما يكون انت لمسه. ليه? هنا بقى انتقال الحرارة بالاشعاع. الطاقة الشمسية ولاد حرارة الشمس وتوصل لنا زي? بالاشعاع. يبقى انا عندي تلات طرق للتوصيل. التوصيل بالنسبة للمواد الصلبة. الحملة بالنسبة للغازات والسوائل والاشعاع بالنسبة للغازات. يبقى كده تعالوا نوعيد مع بعضينا طرق انتقال الطاقة الحرارية. بالتوصيل في المواد الصلبة. بالاشعاع في الفراغ. وبالحمل في السوائل والغازات. ده صورة بتوضح لي ازاي الطيارات الحمل اللي انت بتشوفها اللي هي صورة الفقاقية دي. بعد كده لما تحط مية على النار وتشوفها بتطلع فقاقية تعرف ان هنا في حرارة سخنت الطبقات السفلة اللي تتكسفتها طلعت لفوق. حل محلها ايه? حل محلها الطبقة العليل. يبقى هنا الطبقة السفلية اللي سخنت طلعت لفوق ونزلت مكانها آآ طبقة الاقصر برودة وبالتالي دي اللي انا بسميها ايه? بالحمل. بتحمل الطبقات الساخنة الى اعلى. والطبقات البريدة آآ تنزل الى قاعدة الانية. بقى ده عندنا زي ما قلنا انا مقدرش احكم بايدي على الحاجة دي درجة حرارتها دي. انا ممكن اقول انها سخنة او ممكن اقول ان هي بردة. ومن هنا انا في عندي اجهزة باستخدمها لقياس دربة الحرارة. ترمومترات انت طبعا عارف ترمومترات ده ودرستها قبل كده. ده فيه اللي بجدائي وفي الاعداد. ايه اللي اختلف بقى بما ان السيادتك في سنوني. السنة دي هندرس عدة انواع من الترمومترات. او النوع هو الترمومتر السوائل. وده اللي موجود عندنا في البيت اللي بيسمل الترمومتر الطبي وكذلك ترمومترات السوائل اللي بتقس درجات الحرارة المئوية. والترمومتر السوائل مش معنى ان الترمومتر هو اللي سائل. معنى ان المادة الترمومترية اللي بتقس لي درجة الحرارة داخل هذا الترمومتر هي سائل. وعندي هنا ترمومتر القحول وترمومتر الزبق. نوع تاني من الترمومترات الترمومتر الغازي برضو ومش معناها أن الترمومتري نفسه غاز لكن المادة الترمومترية اللي بتقسلي درجة الحرارة هي غاز تحت ضغط سابت النوع التالت من الترمومتريات هو الترمومتري البلاتيني وطبعا من اسمه كده المادة اللي بتحكملي على درجة الحرارة هو ملف من مصنوع من البلاتين طيب السواكل والغازات والبلاتيني كل واحد فيهم ليه خاصية فزيقية بيعمل بيها يعني ايه؟ يعني ايه خاصية فزيقية؟ الخاصية الفيزيقية للترمومترات تعالوا دلوقتي نشوف الفيديو ده هيوضح لي بس كده نبزأ ازاي ترمومتر بيشتغل انا عندي كده ترمومتر مثلا زي الترمومتر الزقبقي ده ترمومتر سوائل بيكون في عندي سائل لما الحرارة بترتفع هذا الترمومتر بيتمدد وانا بقرأ التدريج اللي قدام منه لما درجة الحرارة بتقل هذه المادة السائلة اللي هي الزقبق او الكحول بتنكمش وبالتالي اقدر اقرأ التدريج يبقى لما بشوف السائل بتاعي واصل عندي فين في الانبوبة بتاعته هقدر احدد درجة الحرارة منخفضة او لا ده كمان بسبب التدريج اللي موجود اقدر احدد درجة الحرارة درجتها كام بالزبط دي فكرة عمل الترمومترات يبقى مثلا انا اقول ترمومترات السوائل بتعتمد على ايه على الطول طب الطول ده رمزه ايه رمزه قل وبالتالي لما اجي احل مسائل على اه ترمومترات السوائل هستخدم ال ال كنوع من انواع ال ايه الاشارة الى طول السائل الموجود انا عندي هيبقى عندي مثلا ال 100 ده معناها طول الزئبق عند درجة 100 اللي ديت اللي هي بتمثلي الطول ومية دي اللي هي درجة 100 اللي هي درجة الغليان طيب لو انا قلت ال وجنبيها 0 يبقى معنى كده ايه الطول عند درجة مين عند درجة 0 اللي هو عند درجة عند درجة الصفر يبقى طول هذا السائل او طول هذا العمود عند درجة الصفر طب لو انا قلت ال وحطيت جنبها تي ال لتي معناها الطول بقى موجود فين في درجة الحرارة دي يبقى انا عندي الترمومتر في درجة حرارة تجمد اللي هي مثلا الصف درجة غليان اللي هي مية ودرجة الحرارة اللي انا ايسا قدام مني يعني الترمومتر هنا او السائل هنا ووصل لغاية درجة طول كام الطول اللي عنده ده هي درجة الحرارة بتاعتي ده انا بتكلم دولتي كمثال يا ولاد على ترمومتر الايه السوائل نفس الكلام هندرسه بالتفصيل خلال المنهج بتاعنا على ترمومتر بلاتيني والترمومتر الغازي ولكن هناك بقى ما عنديش طول عندي حاجات تانية زي ما هنشوفها في الرموز بتاعتي يعني مثلا انا لو عايز اجيب درجة الحرارة ما ننخلطش من شكل الايه من شكل القانون القانون بيقولي ان درجة الحرارة السليزية بتساوي مية مية دي موجودة سبتة في القانون في وعندي شرطة كسر وعندي اربع اللي موجودين اتنين فوق الكسر واتنين تحت الكسر لو انا بصيت عليهم ونفست نفس الكلام او طبقت نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي اللي تي هو هيقولك طول اللي زيرو الطول عند درجة صفر اللي مية اللي هو الطول عند درجة مية ناقص الزيرو خدوا بالكو يا ولد في المسائل الرياضية دي دي علامة سالب يبقى مش هينفع اعمل اختصارات والافضل ليه ان انا استخدم ايه الالة الحسبة وانا عارفة المنينة والشطار ممكن تحطوا المعادلة بشكلها كده جوة الالة الحسبة ودي لما يسألك درجة الحرارة في الترمومتر الترمومتر السوائل ممكن اجيبها كامل هل ممكن يطلب مني مثلا الطول عند مية طول عند زيرو او درجة الحرارة او طول عند درجة الحرارة اه تمام ايا يكن اي مجهول من القانون ممكن اجيب طب بنفس التأسيمة كده لو انا جيت قلتلك دلوقتي حتطلق القانون ده قدام من درجة الحرارة سوري لدرجة الحرارة السليزية لو هو ترمومتر من الترمومترات الترمومتر بتاع البلاتيني التغير بيبقى عندي في المقاومة والمقاومة يعني الريزستان اللي هي ار برضو ار عند درجة الحرارة و ار عند زيرو ار عند مية اللي هي درجة الغليان و ار عند زيرو انا بالنسبة لي الرمز هو بس هيوضح لي نوع الترمومتر ونفس القانون والمية اللي موجودة فيه طيب تعالوا نبص كده على القانون التالت بتاعهم هلاقي نفس الفكرة بس بدر الار هيبقى فيه عندي اللي هو طيب كمية الحرارة الترمومتر الغازي بيعتمد على الغاز والغاز ضغط ضغط الغاز وبالتالي بيبقى حرف البي تعالوا نشوف ايه موضوع كمية الحرارة دي حضرتك عندك كانكة صوية هتحطها على الموقت وهتحط فيها كمية من السقل وجنبك على الناحية التانية هتحط براد طبعا تلواج فيه كتل بس هفطارد مثلا انه براد اي حاجة بس الحاجة متاحة اكبر شوية وفيه كمية من السقل وهجيب حلة كبيرة جدا انقل الطاهي كبير وهحط فيه كمية اكبر من السقل خلونا نفكر كده يا ولاد من فيهم ممكن يغلي الاول من فيهم ممكن يسخن الاول من دون ما تكون دارس هتقول لي ان الكنكة الصغيرة دي الماية هتغلي فيها الاول ليه هتغلي فيها الاول طب ليه هي طب هي ولا البراد لا هي طب البراد ولا الانق بتاع الطاهي لا البراد الشاي هو اللي هيغلي قبل الايه قبل الانق هنا بقى تحضرني يا ولاد حاجة ويمكن دي من الحاجات اللي احنا لما بنبقى عارفين المعلومة الفيزيقية بيساعدنا اخطر ان احنا نفهم الامور. طبعا احنا قلنا في الاول ان دراسة تعلم الفيزياء بتساعدنا على فهم ما يدور حولنا وما يظهر لنا في وسائل الاعلام. احد الشخصيات العامة كانت بتتكلم في التلفزيون وبتقول انها حصل لها مشكلة انها كانت دخلت المطبخ وحطت اناء من الزيت وحطت اناء من المية. هتعمل هتحضر الطعام يعني. فهتبدأ تحمر مثلا بني ولا حاجة وهتبدأ تسلق مكرون. وفضلت وقفة قدام الموقف ومستدنية الاتنين يغلو عشان تحط البني وتحط المكرون. اللي حصل ان تصعدت الادخنة والجو ايه والشفات عمال بيسحب والدنيا ايه سخنت وهي مش لاقي الزيت بيعمل آآ الفقاقيع او بيبقلل زي المية. قالت انا ما كنتش اعرف ان الزيت بيسخن اسرع من المية. اذا انا في عندي نوع. نوع المادة ممكن تحكم لي او تقولي على كمية الحرارة. يعني زي ما انا قلت هنا الكنك عشان حكمها صغير. اصغر من البرات. الكتلة بتاعة الحاجة اللي انا عايزة سخنها كل ما كانت قليلة كل ما تحتاج كمية حرارة. قليلة. كل ما ارتفعت الكتلة او زادت الكتلة كل ما يحتاج كمية حرارة اكبر عشان تبدأ توصل لاترتفع درجة حرارة واحدة. يعني كل درجة حرارة من الكتلة محتاجة كمية حرارة معينة. يبقى الكنكة اللي فيها كتلة صغيرة جدا من السائل ترتفع درجة حرارتها لان يا دوبك كمية حرارة هتروح رفع كيلو جرام كيلو جرام. هتلاقي فترة بسيطة وتبدأ بتصغل. بينما براد المية كان فيه كتلة اكبر وبالتالي احتاج لكمية حرارة اكبر وبالتالي عايز يبقى فيه حرارة اكتر عشان يبدأ يرتفع درجة حرارته. وبالتالي اناء الطهي بتاعي او الحل اللي انا حطت فيها مية محتاجة اكتر. يبقى اول حاجة بتتحكم في كمية الحرارة اللي انا محتاجاها هو كتلة هذه المادة. تاني حاجة نوع المادة. نوع المادة انا دلوقتي لما سخنت الزيت كانت منتظرة ان درجة حرارة الزيت ترتفع في نفس الفترة اللي ترتفع فيها درجة حرارة الماء. لا الزيت من المواد او نوعه بيحتاج لكمية حرارة اقل عشان يبدأ ايه? عشان يقدر يرتفع. واسأل ماما في المعلومة دي بما انك انت دلوقتي درستها في الفيزياء. اذا انا دلوقتي. لو لو انا هحط حاجة زي الزيت. الزيت هيحتاج درجة حرارة اقل من اللي بتحتاجه نفس الكمية من الماء. يبقى لو الكتلة عندي اختلفت الصغيرة تسخن الاول. لو نوع المادة اختلفوا رغم ان الاتنين نفس الكتلة كل مادة ليها درجة حرارة خاصة بيها. درجة الحرارة دي احنا بنسميها ايه? خاصة بالنوع ده. يبقى انا بسميها درجة الحرارة النوعية. وكل جسمي ليه درجة حرارة نوعية خاصة بيه. اعلى حاجة بتحتاج لدرجة حرارة نوعية او درجة حرارة نوعية عالية جدا هي المية. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. ليه? لان جسم الكائنات الحية بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الايه? من السؤال. وده اللي بيعمل ايه? بيعمل عملية اه 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 اتزان انا درجة حرارة الجسمي ما بترتفعش اوي لما درجة الحرارة اللي برا لان المية عايزة درجة حرارة كبيرة جدا عشان تبدأ بترتفع. يبقى اجسام الكلانات الحية هتبدأ هتفضل محافظة على ايه? على الحالة بتاعتها. لانها محتاجة حرارة كبيرة جدا جدا عشان المياة اللي داخلها ترتفع. كمان حاجة تانية يا اولاد. يبقى انا دلوقتي قلت الكتلة بتاعتي انا هسخن حاجة قد ايه? النوع بتاعي تالت حاجة. تعالوا نشوف كده مع بعضينا. وتشوف المشاهدة دي. انت بتعملها في البيت ولا لا. يلا بينا نكمل كده مع بعضينا ونرجع تاني. طيب. انا بقى عندي براد. حطيت كمية مياه. السائل. احنا قلنا طبعا السائل ده موجود ايه? درجة حرارة الغرفة. اللي هي كام? مسلا ولياكم تلاتين. ازا المياه اللي نزلة من الحنفية عندي تلاتين. هاخد براد الشاي الامور ده ونحطه فين? ونحطه عشان خاطر يغلي. درجة حرارة تلاتين. عشان يصل لدرجة الغليان اللي هي مياه. انا محتاجة ارفع درجة حرارته سبعين درجة مئوية. علشان خاطر يبقى درجة حرارته مياه. اللي هي درجة غليان المياه. وهبدأ اعمل كوبات الشاي بتاعتي. طيب. انا سبت البرادة على النار في كمية من المياه. وعملت كوبات الشاي بتاعتي. وخارج كده سبتها شوية. هتبدأ تفقد الحرارة الى الجو. تبع للاتزان الحراري. لان درجة حرارة الجو ابرد. هتنتقل الحرارة من السائل اللي موجود جوه الاناق بتاعي دوت. الى الهواء الجو. مسلا هنقول انه سبتها شوية فبدأت تبقى درجة حرارتها تمانين درجة مئوية. اخوك بقى ولقتك ولا ماما انت عملت شاي لنفسك ما عملت ليش معك. فتقول لها ده فيه مياه في البراد. برغم ان انا يعني خلينا نعترض على الندم الصحي ان انا اعيد تسخين المية تاني. لكن ايه اللي انت بتعمله? هتقول ده فيه مياه في البراد. لسه سخنة. هتروح تولع على البراد تاني. انت دلوقتي السائل ده درجة حرارته كام? تمانين. عشان هوصله المية انا محتاج قد ايه? محتاج عشرين بس. هل هحتاج لكمية حرارة تعادل السبعين? يعني لما ده ارفعه من تلاتين لمية. سبعين درجة مئوية. هاخد كمية حرارة قد لو رفعته من التمانين للمية. لا ده انا مجرد ما اخط البراد يمكن سواني معدودة وهلاء المية رجعت تصل لدرجة الغليان تاني. ازا كمان كمية الحرارة بتعتمد على فرق درجات الحرارة. انا هسخن من درجة حرارة كام? وعايزة اوصل لدرجة حرارة كام. يبقى من التلاتين للمية دي سبعين درجة. هحتاج كمية حرارة اكبر. مما اني لو حولتها من التمانين الى المية. كمية الحرارة بتساوي اللي انا هرمز لبرامز كيو بتساوي كتلة الجسم. طبعا كلنا عارفين ان كتلة كانت بالام. في الحرارة النوعية الخاصة بالمادة دي. ودي عادة بتبقى سابطة وبيدهلك في المسألة. ارمز لبرامز سي. وكذلك فرق درجات الحرارة. يعني هسخن من كام لكام. يعني مش هقول لا درجة الحرارة الاولانية ولا درجة الحرارة التاني. انا هقول الفرق بينهم. انا عايزة ارفحهم قد ايه. وطبعا طالما في فرق يبقى هلاقي دلتة الصغيرة بتاعتي معها. كل رمز من القانون ده لوحدة قياس. كمية الحرارة بقسها بوحدة الجول. والا او حرف الجي. الكتلة بالكيلو جرام طبعا كلنا عارفين الكلام دوت من الترم الاولاني او من معلوماتنا العامة اكيد. الحرارة النوعية هي الجديدة علينا السنة دي. جول لكل كيلو جرام بوينت كيلفن. ودرجة الحرارة بالدرجة الكيلفينية احنا لسه كنا بنقول ايه? بنقول الكيلفن والسليزيوس والفرينهاي. من الحاجات الجميلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الترم الاولاني ازاي اقدر احفظ او اسهل علي الحبز? وكنا بنقول زاكر بزكاة. ازاي ازاكر بزكاة? قانون زيدة عشان احفظه. انا شايفة طويل قوي. كمية حرارة وكتلة جسم الحرارة النوعية وفرق درجات الحرارة. لو انا قلت كده بالراحة. كتلة كاف. حرارة نوعية مسلا نون. هرمز لها كده في الدماغة عشان احفظها. درجة حرارة دال. يبقى نون وكاف ودال. هتكون لي كلمة ايه? كلمة نكد. يبقى انا دلوقتي اقول في دماغي ده قانون الايه? قانون النكد. نون في كاف في دال. او كيوب تساوي. ام سي دلتا تي. كمان هنتكلم عن نوع تاني من الحرارة اسمها الحرارة الكاملة للانصهار. والحرارة الكاملة للتصعيد. احنا في الابتدائي درسنا مع بعضينا يعني المادة صلبة وسائلة وغزية ويمكن تحولها من حالة الى اخرى. طيب. في الابتدائي يا ولادكونا بنقول ايه? لو انا جبت السائل وحطيته على النار وبدأ هذا السائل يغلي هيبدأ يتحول عندي من الصورة السائلة الى الصورة الغزية. بلاقي في ابخرة متصعدة. يبقى ده تحولت المادة من الحالة السائلة الى الحالة الايه? الى الحالة الغزية. في الابتدائي او في الاعداد كنا بنقول عليها عملية التبخر. علميا بقى هي اسمها عملية التصعيد. طيب. الانصهار لو حضرتك طلعت قطعة من التلج من الفريزة وسبتها في الهواء الجوي. ايه اللي هيحصل لها? هتلاقيها بعد فترة تحولت من الشكل الصلبي لها. اللي هو مكعبات الثلب الى ماء. الى سائل. طيب. واخد بالك ولاحظ الموضوع ده. لما بتطلع التلج. لو انت طبعا ما عندكش ترمومتر في البيت لقياس درجة الحرارة. ويقس انها صفر. لكن انت عارف ان التلج بيتجمد او او الماء بيتجمد على درجة صفر. طلع التلج وسيبه في درجة الحرارة بتاعت الغرفة. ايه اللي هيحصل? هل فجأة هيتحول لسائل? لا مش هيحصل. ده قطعة التلج هتبدأ تنصاهر بصورة تدريجية وبتبدأ تتحول الى ايه? الى سائل الى مية. جرب بقى والتلج لسه بيسيح كده ولسه في بواق التلج وابدأ المس المية او ابدأ اشرب منها. بتقول عليها مية ايه? احنا عادة حتى نقول عليها مية متلجة. مية متلجة يعني ايه? يعني اتحولك لسائل ولكن هذا السائل في درجة صفر. فبالتالي دي درجة حرارة لانتظر على الترمومتر. يعني لو عندك ترمومتر في البيت مش هتظهر عليه اي درجة حرارة. طب انا سايبها طب انا هاخد حطة التلج دي وحطها على النار. وهقيد بقى مش هانتظر درجة حرارة ايه? درجة حرارة الجو. ده انا هحطها على النار. هحطها كده وافتح الموقد وحط التلج. هيبدأ التلج ينصهر بصورة تدريجية. ولو انا حاط الترمومتر جوه اه هذا السائل هبصة لقيه ان هو بيستهلك درجات حرارة وبستهلك حرارة ومع ذلك ما فيش اي درجة حرارة ظهرت على الترمومتر. ازا الحرارة الكامنة هي درجة مش تظهر على الترمومتر. طب الحرارة دي كلها راحت فين? ده انا استهلت غيز. انا استهلت تحرارة. فين راحت فين لدرجة الحرارة دي? اه درجة الحرارة دي عملت ايه? حولت المادة عندي من صفر في الدرجة. من تلج في درجة صفر درجة سليزيوس الى ماء في درجة صفر درجة سليزيوس. يبقى عملتلي عملية تحويل للحياة اللي موجود عليها. المادة اللي عندي. دي بسميها درجة الحرارة الكامنة. اللي هي درجة الحرارة اللازمة لتحويل واحد كيلو جرام من المادة من الحالة الصلبة مسلا الى السائلة دون التغير في درجة الحرارة طيب عجيل التصعيد هو التصعيد ده ايه? احنا قلنا التصعيد ده تبخر زي ما كنا في الابتداء وفي الاعداء دي طب التبخر ده بيحصل في ايه? المية اللي ما بحطها على النار بتبدأ تغلي يعني تحولت من الحالة السائلة الى الحالة الغازية يبقى لما جا اتكلم على التصعيد هقول ايه? هقول هي كمية الحرارة لازمة رفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من المادة او تحويل واحد كيلو جرام من المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية دون التغير في درجة الحرارة كل الحرارة اللي هيتاخدها المية وهي موجودة هي عملية ايه? عملية تحويل وبالتالي لما الحاجة تغلي عندك على النار دي معنا هنهوصلت درجة مية اي ارتفاع في درجة الحرارة او اي استهلاك للوقود مش هيفدني في حاجة في النطج مثلا اكتر من انه هيبدأ يحولي او يخلي السائل ده يتبخى ويتحول من الحالة السائلة للحالة الايه? للحالة الغازية. يبقى لما الحاجة بتوصل لدرجة مية حضرتك لو وطيت عليها النار هتفضل برضو بتغلي لانها هي وصلت درجة مية اي ارتفاع في درجة الحرارة هيبدأ يرفع لي او يحولي المادة اللي عندي اللي هي سائلة هيحولها للحالة البخارية او الحاجة الغازية. بفهمنا يعني ايه كلمة حرارة كاملة? يعني مش هتظهر عندي على الترمومتر. طب وراحت فين الحرارة? حولت المادة من صورة الى اخرى. لكن هذه الحرارة لم تظهر على الترمومتر وبالتالي انا سميتها الحرارة الايه? الكاملة. ده بقى يوصلني لحاجة. بمنتهى السهولة وده من الدروس السهلة جدا بالنسبة لما يجي يتكلم ويقول لك اعرف لي التبخر اللي هو التصعيد. طب ما انت عارف التصعيد ده تحولت المادة من الحالة ايه? من الحالة كزا للحالة كزا. طالما ما قاليش الكاملة. يبقى اه التصعيد هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. بس كده. بس كده او. هيتحول بايه? بالحرارة. انتهى القبر. مش هقول بقى دون التغير في درجة الحرارة. الحرارة هتحوله لي. قال لي الكاملة يبقى انا لازم انا حدد هنا واقول له ايه? دون يبقى هنا دي ايه? حرارة لازم لتحويل واحدة كيلو جرام من المادة من الحالة ها السائلة. الى الحالة الصلبة دون اه دون التغير في درجة الحرارة. يبقى فهمنا التصعيد وفهمنا الحرارة كاملة للتصعيد. وان شاء الله خلال المنهج هندرس مع بعضينا اه الكلام ده بصورة اكبر. تعالوا يلا نكمل مع بعضينا الحرارة ودرس الحرارة الجميل اللي بيفصلي كتير من الظواهر اللي بتحصل عندي. اه بعد الحرارة كاملة للانسهار والحرارة كاملة للتصعيد. عندي تغيرات الحالة. وده يمكن احنا درسنا في الابتداء يا ولاد. اللي هي ايه? اللي هي حالة المادة صلبة سائلة غازية. تعالوا نشوف كده. جزيئات السائل هتكتسب طاقة. طبعا ده القانون الايه للفروض النظرية الجزائية. وتبدأ المسافات البيانية بتاعتها هتكبر وتبدأ وتتحرر من سطح الاناء. يبقى تحوال من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. طيب قطعة التلج لو حطيت قطعة التلج كده في كوب وستها شوية. ايه اللي بيحصل? بتتحول تدريجيا الى سائل. يعني قطع التلج اللي عندي هتبدأ بالحجم التاحها ده بالشكل الصلب التاحها ده تبدأ آآ تنكمش وتبدأ تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الايه? الحالة السائلة. وده اللي انا بسميه عملية الانسهار. طب بقى لو انا عندي آآ كوباية كده فيها مياه وحطيتها في التلاجة درجة حرارات تحوالتها منخفضة بصوا. لو انا صبتها هلاقيها ايه? تحولت من الحالة السائلة الى الحالة الايه? الصلبة. وده اللي انا بطلق عليه اسم ايه? عملية ادل تجمد. هندرس كمان كمية الحرارة والحالات بتاعت المادة زي ما قلناك في ورود النظرية الجزائية والجزائيات بتاعتي. هندرس كمية الحرارة اللي كانت وحناخد فيها الحرارة النوعية زي ما قلنا هي الحرارة الخاصة بالنوع او درجة الحرارة لازمة للرفع واحد كيلو جراب من المادة دي واحد درجة اه مئوية يبقى دي الحرارة النوعية الخاصة بيه واللي احنا قلنا عليها قانون اللي هو كانت في قانون كمية الحرارة كمان هندرس حاجة اسمها السعة الحرارية السعة الحرارية لها قانون بتقول ان هي حاصل ضرب كتلة الجسم في حرارته النوعية يعني كاف في نون سبحان الله اللي بيقول للاشياء كن فيكون هنا بربط القانون بتاعي بحاجة بتفكرني به عشان خاطر منسهاش وده نوع من انواع الايه طريقة المذاكرة الزكية ان انا اربط المعلومة عندي بحاجة في دماغي سابتة مش هقدر ان انا ايه انسيها يعني هي حرارة نوعية انا مثلا عندي واحد كيلو جرام من المادة انا بقى بقول هنا انا محتاج طاقة ادي ايه او حرارة ادي ايه عشان الكيلو جرام ده لو حطيت عنده ترمومتر يرتفع درجة واحدة سليزية مثلا هنا محتاج تمنمية سبعة وتسعين جول في الحلق عشان خاطر يوصل لي اه يرتفع درجة حرارته درجة واحدة يبقى هنا بقول الحرارة النوعية للالامونيوم تمنمية سبعة وتسعين يعني ايه يعني انا محتاج كمية من الحرارة تعادل الرقم اللي عندي دوت علشان ارفع درجة اه حرارة واحد كيلو جرام من المادة واحد درجة سليزيوس يبقى تعريف الحرارة النوعية هي اه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من المادة درجة واحدة سليزية بصوا ادي ايه الشكل ده بسيط لكن خلاني قلت تعريف طوله ادي ايه طوله سطرين ودي النقطة التانية في طرق المذاكرة اللي تعاودنا عليها اللي هي افهم التعريف هتلاقي نفسك بتحفظه بمنتهى السهولة كمان يا ولاد هنا لو انا ودي حاجة يتعرف الامات ساعتنا ما يكون حاجة آآ سخنة قوي وعايزة براضها بحطها في انقفي مية ليه لما بلامس الجسمين الطاقة بتاعت جسيمات الجسم الساخن فيها طاقة عالية جدا وبتبدأ تندمج مع الجسم البارد ويبدأ يحصل بينهم ايه لغاية ما يحصل آآ بالانس بينهم او يحصل بينهم اتزان الجسم الساخن والجسم البارد الاتنين هيوصلوا لنفس درجة الحرارة ده كمان بيفصر لنا يا ولاد وانت ماشي في الصيف آآ على البحر هتلاقي الرملة سخنة تحت رجلك بينما المية لو حطيت رجلك فيها هلاقيها آآ بردة ده ليه لان كمية الحرارة اللازمة الرفع درجة حرارة المية اكبر من كمية الحرارة اللازمة الرفع درجة حرارة اليابسة وكمان ده بيفسر لي ما يسمى بايه بهبوب ناسيم البحر انت بتعود على البحر بيجي عليك هوا من البحر ليه الشمس الرملة اللي انت قاعد عليها هترتفع درجة حرارتها بصورة اعلى من البحر بتبدأ كسافة الهوا تقل ترتفع الى اعلى ويحل محلها ناسيم البحر وبالتالي بتحس بالايه بتحس بيه البرودة بتاعته دي تجربة بسيطة كده احنا ما عندناش تجارب لكن هي بتوضح لي الفكرة ان لما يكون في عندي جسم سخن لو انا حطيت جواه جسم بارد هيبدأ يفقد درجة حرارته بصورة اكبر ويبدأ الجسم البارد هو اللي يسخن والجسم السخن يبقى يبرد حتى تتساوى درجة حرارة الجسمين لان الحرارة تنتقل من الاعلى درجة حرارة الى الاقل درجة حرارة اخر حاجة عندنا هننهي منهجنا بالتلاجة الكهربية هندرس فكرة عملها وازاي بتشتغل التلاجة الكهربية فكرة عملها في وجود غاز الفريون هندرس مع بعضينا ازاي بقدر اتحكم في درجة تبريد داخل التلاجة باستخدام الثيرمستات هنفسر مع بعضينا ليه في الشبكة ورا التلاجة في الانتاج القديم هتلاقي في الشبكة من المعدن في خلف التلاجة ليه لما تحطي ايدك عليه هتلاقيها سخنة اه في التجارات الحديثة يمكن في الجناب موجودة دلوقتي لانه الخلفية مغلفة لو حطيت ايدك على جنب التلاجة رغم انها تلاجة مفروضة انها بتبرد لكن لو حطيت ايدك هتحس بالسخنية ازاي التلاجة دي بتشتغل وازاي بتاخد الحرارة اللي جوه التلاجة في الاطعمة وفي السوائل وتطردها برا البيت ليه بتاع السيانة لما بييجي بيقول لماما حطي التلاجة في مكان فيه هواء علشان خاطر تحافظي على التلاجة وما تجهدهاش وهنفهم ان التلاجة دي بتفقد الحرارة بتاعتها اللي موجودة في الاطعمة الى الهواء الجوي عن طريق ما يسمى بالزعانف وعن طريق ما يسمى او ما يجود جواها من غاز الفريول كل دي معلومات ما نتعامل معها في حياتنا الفيزية بتفسرهنة وبتبسطهنة نبدأ الترمي دوت مع بعضينا هو ترمي شيق ومعلومات جميلة وخاصة ان انا اقدر الاحزها بعناية او بتعامل معها وده بيوصلني الى ان انا لما بدرس المادة على انها اضافة المعلوماتي بتثبت اكتر مش مجرد ان انا بدرس المادة عشان احط الكلمتين في الامتحان وانتهى الامر على كده يعني اتمنى ان تكون النهاردة احنا استعرضنا المنهج بتاعنا اتمنى اه ان احنا نتبع خلال الحلقات القادمة اه الشرح بصورة اكبر وبصورة تفصيلية اكبر نحل مسائل ونشرح التعريفات والقوانين هنجد متعة ان شاء الله في هذا الترم يمكن اسهل او انت بقيت اشتر او انت بقيت اكبر اه اتمنى ان احنا نكون اه استعرضنا الموضوع بصورة اه كويسة مع بعدينا وعلى امل بلقاء يتجدد بكم دائما خلال اه الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة